في إطار تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات والقرارات الصحية الأخيرة وقد قام مفتش قسم مراقبة الأغذية يوم أمس الجمعة بزيارة تفتيشية شملت 174 مطعما ومقهى تم خلالها مخالفة 52 منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية وبينت الوزارة أنه نظرا لمخالفة تلك المطاعم للإجراءات والاشتراطات التنظيمية تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة وقالت وزارة الصحة أنه خلال زيارات مساء يوم أمس تم تكثيف التوعية بالإجراءات الاحترازية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة والتأكد من تطبيق هذه المطاعم لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية